هواي ازايكو عاملين ايه؟ معاكو خلود والنهاردة هنتكلم على واحدة من اشهر القصص القصيرة بتاعت ادجر الان بو وهي The Fall of the House of Usher اتكتبت سنة 1839 ومن اشهر اعمال ادجر الان بو طيب طبعا الفيديو ده عشان هيه شولت ستوري هتكون ملخص وتحليل مع بعض I will try يعني لو ما كانش طويل اوي في المونتاج يعني I hope لان انا هقول ملخص يا جماعة مبدئيا التفاصيل هتلاقوها تحت في الموقع اللي هاتيبه في صندوق الوصف في صندوق الوصف بيتفتح منين هتلاقو فيديو على القناة اسمه فين صندوق الوصف افتحوها تعرفوا بنفتح صندوق الوصف ازاي اوكي تحت الفيديو هتلاقو فيه سهم صغير كده لو دستوا عليه هيفتح الصندوق الوصف فيه المواقع اللي فيها الكلام اللي انا بقوله بالانجلش بالتفاصيل اكتر لان انا في الفيديو ما بقدرش اقول تفاصيل اوي هتلاقوها تحت يعني وطبعا ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وكمنت وشير وسبسكريب ومفعل الجرس تابقوني على الانستجرام اهو وعلى صفحة الفيسبوك هسيبلكوا المواقع برضو كلها تحت في الديسكريبشن عشان الانستجرام والفيس بينزل عليهم حاجات غير اللي بتنزل هنا الانستجرام هينزل عليه فيديو عن ادجر الانبو نفسه والستايل بتاعه وبتاع الكتابه فاروح وشوفوه على الانستجرام اوكي طيب ملخص القصه طبعا هي الشورت ستوري بس ايه يعني انا هقول بقى البرود لاينز دوع التلخيص بتاع القصه قصتنا عباره عن واحد النريتر ده واحد ما نعرفوه ما علوش اسمي يعني ما تذكرش اسمه في الشورت ستوري النريتر ده جاي بيزول وصل عند بيت اسحر اوكي البيت بتاع عيلة اسحر البيت ده في الاول عندي وصف للبيت طيب ايه اللي جاب الراجل ده في البيت هنعرف ان البيت ده عيلة اسحر دي ابنهم اسمه رادريك اسحر رادريك ده هو يبقى صاحب النريتر بتاعنا اللي هو الراوي بتاعنا صاحبه من الطفوله ويعرفوا من زمان جدا وخلي بالكم النقطة دي لاني هحتاجها في التحليل فيها عاجة غريبة في القصة هتعرفوا دلوقتي ازاي مهم ان هو صاحبه من الطفوله وبعت له رسالة ده اللي هو رادريك بعت رسالة للراوي بتاعنا يقوله ان انا تعبان جدا ومحتاجك ان انت تيجي تبقى معايا وتبقى جنبي فالنريتر بتاعنا لما استلم الجواب بتاع صاحبه طبعا صاحبه من الطفوله قرر ان هو يروح له ويزوره فراح بيت اسحر وصف البيت لازم تقرؤه لان الوصف مهم جدا لان عمالك كلها تبع دارك او الجوثيك اللي عايز يعرف يعني ايه شوفوا الفيديوهين اللي فاتوا فيهم الكاركتوريستيك بتاع بتاع الرومانتسيزم والدارك رومانتسيزم عشان كده يزم تقرؤ القصه نفسها تقرؤ الوصف بتاع البيت البيت اتوصف ان هو ضلمه كئيب فيه حتة ديكاي فيها ديكاي ديكاي يعني تحلل فيه حتة في البيت متحللة اوكي وخلي بالكو برضو من النقطه دي كل حاجه بتتقال في الشورت ستوري مهمه في التحليل بالذات دي فيه حتة متحللة في البيت البحيرة عليها عفن وميتها ضحلة كده ومش نزيفه الطبيعه كلها مش حلوه الدنيا زي شخص مريض يعني تحيث انها بيوصفها وصف كئيب وكل حاجه فيها مش حلوه وفيها قب حجامة جدا والبيت فيه حتة متحللة من زي الاساس بتاع البيت يعني طيب المهم ان هو دخل البيت وقابل ومشي في البيت برضو لقى جوه البيت الدنيا مش حلوه والحاجات وقعه ومش وكده ومش مزبوطه لحد ما طلع عند قوضة صاحبه اللي هو رادريك ولما قابله قعد معاه عرفنا ان عيلة اشر من العائلات اللي ما كانتش بتتجوز من براها يعني دايما بتجوزوا جوه العيلة ولكن كان يعني كل شوية يموت منهم ناس كتير مت منهم ناس كتير وما كدهوش بيخلفوا كتير فاللي فضل من العيلة دي كلها هو رادريك لحد دلوقتي وخلي بالكو انا هقول ان في حد تاني بس السفار احنا ما نعرفش جب ان رادريك ده هو الوحيد الباقي من العيلة دي العيلة دي من كتر ما هي كانت بتقل وكانت ما بيجوزوش من برا كانوا تحسوا ان هم في الحد دي في التحليل بس انا عايزة اديكم نبزة كان الفلاحين اللي حوالين الارض كانوا ما بيقدرواش يميزوا بين البيت وبين العيلة العيلة شبه البيت من كتر ما العيلة يعني مقصالة نقدر نقوله وما بتاخدش حد خارجي يعني اي حد غريب ما بيدخلهوش في العيلة زي بالزبط البيت وهو ما حدش غريب بيدخله انا بان اكتر في التحليل فده اللي احنا عرفنا عرفنا كمان ان رودريك عنده مشكلة عقلية مخه مش طبيعي عقله يعني عنده زي مرض نفسي مش طبيعي يعني ايه زهنيا ونفسيا وبرضو خلي بالنا من الحد دي اوكاي رودريك قعد معاه المهم ان رودريك مش عارف يطلع من البيت اقرو القصة بقى انا مش فاكرة هو مرضيش يطلع ولا هو مش عارف يطلع اي دون ريميمبر حتى زي قوي اللي يهمني ان هو فادي قعد في البيت وكل يوم يعد يسمع رودريك وهو بيعزف على الجيتار ايجاز او بيعزف على اله موسيقية وهو يعد النريتر بتاعنا يقراله كتب بالليل قبل ما ينام علشان ايه يعرف ينام عرفنا ان رودريك مثقف جدا وعقله يعني مفوض ان هو انسان مثقف متعلم بيعرف يعزف بيعرف يقرأ بيعرف كتير متطلع وبرضو هقولكو انا بقولي الكلام ده ليه في التحليل اه وفي كلمه اسمها اللي هي البديل او الدوبلير اعرفوا الكلمه دي وهقولكو ليه دلوقتي لما نوصل لاحر القصه طيب المهم فضل كل يوم بالحال ده عرفنا من رودريك بقى ان له اخت والاختي دي اسمها مادلان اوكي انا بس عايز افتكر اسمها عشان انتو عارفيني انا في الاسماء مش احسن حاجه يس اوكي اسمها مادلان ايه مشكله مادلان عرفنا برضو يبقى دلوقتي الاتنين اللي فاضلين من عيله قشر كلها هو رادريك و مادلان وما تجوزوش علشان يورسوا اسم العيله لحد تاني ليه لان رادريك زي ما قلنا مخه ايه مش طبيعي وعنده امراض عقلية ونفسية طيب بالنسبة لمادلان ايه مشكلتها مادلان كانت حلوة كانت بتهتم بجسمها وبشكلها زي الستات اللي في العصر ده احنا بنكلم في 1839 وكانت فعلا المرأة رصدها في جمالها اكتر من اي حاجة تاني اكتر من الثقافة اكتر من كده فهي كان بتعتمد على الجمال يعني الجسم وكانت جالها مرض خلاص عرفنا ان جالها مرض مستعصي مرض محدش عارفه يعني دكاتر مش عارفين ايه عندها ايه فجأة جالها نوع من التخشب في اطرافها او في طرف من نهق ديها رجليها المرض ده يعني مش بتتحرك مش عارف تحرك كويس المرض ده كان ساعتها يمكن جديد الدكاتر مش عارفين عندها ايه مش عارفين يعالجوها وفضلت طريحة الفراش في الوقت ده الوقت اللي النريتر موجود في البيت مادلان كانت موجودة وعينة في قدتها بعد شوية اكتشفنا او لقينا ان مادلان ماتت جاء رادريك يقول للنريتر انه ده هو مفوت صاحبه من التفولة قال له مادلان ماتت وعايزين ندفنها عايزين ندفنها تحت البيت فيه زي مقبرة تحت الاصر او تحت البيت بتاعهم عايزين ندفنها فيها من غير ما حد يعرف ليه لان اخوها اللي هو رادريك قال انا خايف ان هي لو ادفنت بعيد الدكاتر يطلعوها من القبر بتاعها عشان يشرحوها عشان يعملوا عليها درسات وتجارب علمية لان هما المفوت بالنسبة لهم المرض بتاعها اول مرة يشوفوه فممكن يبقوا عايزين يستكشفوه فعشان عايزين يستكشفوه ممكن ان هما يشرحوا الجثة عشان يعملوا عليها تجارب وهو مش عايز يبهدل الجثة فعشان كده ايه قال له احنا ندفنها تحت البيت عشان ما حدش يعرف عنها حيك وفعلا النريتر راح يساعد صاحبه في انه يدفن جثة مادلان ولكن لما بص على وشها حاس ان اولا اكتشف حاجتين اول حاجة ان خدودها وردي والمفروض ان الجثة خدودها بتبقى بيل يعني بتبقى قبيض خالص ولكن هو قال مش مشكلة فيه بعد الجثة بيحصل لها كده بيبقى رد فعل كيميائي في الجسم فممكن ده يحصل فمركزش حاجة التانية اللي اكتشفها ودي كان غريبة وفي التحليل النقاد استغربوها وهتكلم عليها اكتر في التحليل اكتشف ان مادلان تبقى التوقم يعني بتاعت رودريك يعني هي اخته التوقم اكتشف من الشبه الشبه القوي جدا ما بين الاثنين الفكرة بقى اللي انه القدقوا انا هقولكو عليها اكتر بس انا عايز ارميها لكم انا منين قلت في الاول ان هو يعرفوا من الطفولة وهم صاحب من الطفولة عارف عنه كل حاجة وجاي دلوقتي قرب اخر القصه يكتشف ان هو ان مادلان دي اخته التوقم ازاي معرفش او ما كانش عنده خلفية انه صاحبه رودريك عنده اخت توقم يعني دي برضه كانت غريبة بس دي حاجة لها علاقه باسلوب ادجر الان بو اللي انا هتكلم عليها في فيديو الانستجرام anyway خدوا البنت وفعلا دفنوها تحت البيت في المقبرة وخلاص وطلعوا بعد كده بدأ الناريتر يحس ان رودريك بقى تعبان اكتر حالته العقلية تدهورت اكتر بدأ يحس ان البيت في حاجة مش طبيعية لان نفس رودريك كان في الاول قال لصاحبه اللي هو الراوي بتاعنا اللي ملوش اسم ده قال له البيت في حاجة غريبة يعني البيت نفسه في حاجة شيطانية اوكاي ففعلا بدأ يحس بحاجات غريبة واصوات غريبة وكلام من ده في ليلا جاء الناريتر بتاعنا في قط وقاعد ما جالوش نوم وبعدين بدأ يحس ان في حاجة برضه غريبة فجاي بص من الشباك على الجنينة لقى زي غاز بلون اصفر كده حوالين محاوة البيت كله وفي الوقت ده لقى رودريك بيخبط جمد جدا على الباب عمال يخبط على الباب قطه بهستيريا فسح له فلاقاه عنده حالة رعب جمدة جدا وبانيك وعمال يقوله البيت وفيه اصوات ومشاف ايه وبص من الشباك هتلاقي اللي هو الغاز ده فصاحبه قاله يعني هو الغاز ده ظاهرة سعب بتحصل يا ظاهرة ناتشريل ممكن تحصل في بعض الاحيان وهو فعلا يا جمان ده ظاهرة طبيعي سعب بتحصل بيبقى حسب ما انا فاكرة ليه علاقة بغاز الميسان اللي بيجي من البحيرات الضحلة بس انا مش متأكدة من المعلومه انا ممكن يكون ناسياها سي حاجة ليه علاقة بكده اللي عايز يعرف يعمل ريسيرتش على جوجل انيوي فقال اوكي قاعد يحاول يهدي رادريك ويقراله وفجأة لقى رادريك ده انكماش على نفسه عمال يقول كلامي كلام مش مفهوم ففعلا الناريتور بقى بدأ يقلق يعني بدأ يحس بقى اصواته وفيه حاجة مريبة وبعدين لما لقى صاحبه كده فرح له قاله طب انت يعني حاول يسمع وبيقول ايه فلقى بيقول انا الاصوات والحاجات بتحصله من يوم ما دفننا مادلان هي اسمها مادلان او طيق لي من يوم ما دفننا مادلان غالبا احنا دفنناها حية وهي كانت بتخبط علشان عايزة تطلع من المقبرة يعني التخبيط ده كان صوتها وهي بتخبط على باب القبر علشان عايزة تطلع لانها دفنوها حية فطبعا الناريتر لما سمع الكلام ده يعني قال لقى مش معقول اكيد رادريك ده بيخرف وبيقول ايه كلام بيتهيق له بعد شوية لقوا فعلا خبط على الباب جامد فرادريك قاله هي دي مادلان فلما فتح الباب تفتح لقوا مادلان دي فعلا دخل عليهم كلها دم لان مكان ما قاعدت تحاول تفتح بقى باب المقبرة فطبعا تعورت بقى وتسحف وكده فتعورت ودخلت عليهم فطبعا الناريتر جاء له حالة هلع وبعد هي هجمت على رادريك والمهم انها يعني قاعدت قتلته وهي مش هي اللي قتلته هي هجمت عليه فهو مات من الخضة اللي هو رادريك مات من الرعب طب الناريتر بتاعنا راح واخد بعضه وسوري ان انا I'm showing a gum I forgot يا جماعة معلش والمفوض ان انا I don't show مفوض ان انا ما يبقاش في البنا وانا بشرح بس نسيت معلش I'm sorry لسه مكتشفة موضوع للوقت anyway النريتر بتاعنا لما شاف المنظر ده جري وعرف يهرب من البيت فعلا بس هو هرب من هنا والبيت وقع من هنا على طول وراء لقى جاي بص وراء لقى البيت بينهار كله عليهم هما اللي اتني اوكي لان مادلين على فكرة ماتت يعني هي بعد ما هجمت على اخوها هو مات من الخضة وهي ماتت من الاجهاد بقى ما هي عملة تحاول تطلع من المقبرة فهي كمان ماتت هو بقى هري بالنريتر والبيت راح واقع اول ما خرج من البيت على طول وطوطة توتا خلصت الحدد طيب القصة بين قصة رعب سطحية عادي واحدة ده فنتحية اتلعت اوكي طيب تعالوا بقى ندخل في الاناليسس والتحليل بتاعنا طبعا تاني هقول ان التحليل يا جماعة هتلاقوه انا سايبالكم اللينكات تحت لان انا مش عايزة اطول قوي فيه دي شورت ستوري فانا مش عايزة ارغي كتير هقول لكم اهم النقط ولكن عشان تفهموها للي فورفان او اللي بيدرسها حتى ولكن ايه عايز افهم قولي نول الدنيا ماشي ازاي بس طبعا المتيريال بتاعت المدرسة والجامعة بتاعتكو فيها معلومات اكتر وطبعا الويب سايتس اللي هسيبها لكم طيب تعالوا نشوف كده الاناليسس او تحليل القصة بتاعتنا اول حاجة انا هقول لكم نقط كده وبعدين نبدأ نشوف لو في حاجة انا كتبها زيادة على اللابتوب طبعا ده اللابتوب يعني عشان انا مش بفتكر كل الكلام ده لان انا كل يوم بقره حاجة مختلفة فاكيد الحاجة ساعت بتخش في بعضها اهم نقط في تحليل القصة بتاعتنا طيب خلوني ابدأ بنقطة الدابل جانجر او الدابل عندي فيه طيب دابل جانجر من الحاجات اللي فيكو بتفرج على افلام وقصص رعب حيسمع الاسم ده كتير يعني اللي بيشوف مثلا the vampire diaries اللي هو vampire diaries super natural نوعية دي من المسلسلات حيسمع المصطلح ده مصطلح ده معناه دوبلير او بديل او دابل يعني ايه؟ يعني تلاقي شبيه حد شبه حد قوي 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 بس النسخة الشريرة منه او النسخة المختلفة منه يعني تلاقي فيه اتنين شبه بعض جدا بس النسخة طيبة ونسخة شريرة مثلا هو ده مفهوم الدابل جانجر vampire diaries اللي بيتفيكو تفرج عليها هتلاقوا البطلة بتاعتنا كان عندها دابل جانجر اللي هي الشريرة بقى بتاعت المسلسل يعني ايه؟ خليني اقول انه فكرة الدابلز اتكررت في الشورت ستوري بتاعتنا كتير اولا في اولها خالص لما جاء الناريتر بتاعنا يدخل البيت شاف بحيرة احنا قلنا بحيرة ده احلى كده شاف فيها انعكاس البيت يعني انعكاس البيت على المية فكأن الصورة عندي تخيلوا كده ان انتو ماشيين وشايفين البيت وانعكاسه معناها ان ده صورة واصل ادي حاجتين البيت الاصلي والصورة اللي انعكاسه يعتبر دابل ولكن شافي انعكاس البيت بالمقلوب وكان مقلوب على المية فطبعا ده برضو دليل على ان البيت ده فيه حاجة مش مظبوطة دايما الحاجة اللي بتبقى upside down او مقلوبة بيبقى ده اللي هو الدابل بتاعها نقدر نقول له جانب شرير له جانب negative حاجة كده يعني shadow يعني side جانب الظلامي فدي حاجة عندي دابلز كمان بصوا فيه دابلز كتير خلاص ولكن اللي انا هفتكره موضوع البيت ده number one الاسم بتاعهم والولد واخته طب خلينا اقول الاول اسم أشر مبدئيا كلمة أشر يا جماعة معناها guide يعني باللغة الانجليزية أشر يعني guide يعني دليل يعني مرشد خلاص خلاص طيب انا خايف هنسى بس المقطة دي طب اوكي خلينا نقول انه احنا قلت انا قلتلكو ايه اسم العيلة أشر ولكن كان دايما كلمة أشر بتطلق على العيلة وعلى البيت يعني بيطلقوا على البيت أشر اللي هو the house of أشر وبرده ممكن يقولوا the house of أشر مقصوب بها العيلة أشر على فكرة ساعات ان في الاجانب لما اقول the house of فلان معناها عيلة فلان مش البيت نفسه كبيت لا مقصوب بها العيلة فانا هنا كلمة the house of أشر لها double meaning يا اما تمشي عيلة أشر يا اما تمشي البيت نفسه بتاعهم فهي هنا بتجيها دلالتين قدي كده double اوكي للاسم نفسه طيب الى جانب بقى ان انا قبل ما اتكمل double لشان اعرف ان انا اكيد لو كملت double هنسى النقطة دي فعايز اقول قبل ما انسيها الاسم أشر زي في حتة foreshadowing يعني ايه foreshadowing بيتنبأ زي ما يكون ان هو أرشد النريتر ان هو ييجي سحبه عافين نديها حاجة كده اللي هو سحب النريتر عشان ييجي البيت ويشوف الأحداث ويشوف اللي بيحصل بيشاهد عليها اوكي فهي يعني الاسم نفسه قشر لود مدلول للإرشاد ان هو أرشده او دلو على البيت عشان ييجي عشان يحصل الأحداث دي اوكي طيب خلونا نرجع تاني لحتة double characters او doubles انا عندي دابل واضح جدا وهو الأخ والأخت انا قلتلكم ايه وإحنا بنوصفهم وعشان كان انا اهتمت بوصف الاتنين من ناحية الشخصية والمرض رادريك ومادلان خلونا اقول ان انا قلتلكم مادلان الجسم الحلو ولكن مش مهتمة قوي بالثقافة بالعقل تمام وده كان حال المرأة في الوقت ده زي ما قلتلكم اما رادريك فكان جسمه عادي ولكن مهتم بالثقافة مثقف المفروض ان هو كان متعلم ومثقف ادي هنا double العقل والجسم فاهمين حد مثقف والجمال والجسم كأن ده نص وده نص ما هو الإنسان ايه ما هو الإنسان جسمه وعقل وطبعا في حاجات تانية روحوا حاجات كده بسانة قصد يعني العقل والجسم فهي تمثل جزء الجسم وهو يمثل جزء العقل ولذلك حتى في المرض هتلاقوا ان هو كان عيان في عقله هو كان نفسيته وعقله مش مظبوطين اما هي فكانت مريضة مرض جسماني مرض جسدي فزي ما يكون ان هما double ولكن هو يعتبر الشادو بتاعها يعني مش العكس رودريك يعتبر double ganger بتاع مادلان وكمان الدليل على كده ايه ان هو بعد ما هيت هيقلوه منها ماتت لما الجسد مات العقل يروح اكتر يعني العقل تاه اكتر هو كان عيان بس تاعب اكتر وتاه اكتر زي ما يكون العقل لا العقل يقدر يعيش من غير الجسد ولا الجسد يقدر يعيش من غير العقل فلما انفصلوا عن بعض بدأ هو تعب جدا اكتر فده دليل على عدم يعني عدم القدرة على انفصال الجسد عن العقل اوكي طيب ده حاجة وهرجع تاني ليهم غالبا في نقطة في الاخر بس يعني انا بقول لكم كده ايه باختصاره وهتقروا التفاصيل زي ما قلت لكم في المواقع اللي في صندوق الوصف طيب كمان عندي البيت البيت يجب او خروج النريتر بتاعنا في الاخر من البيت وكمان ان هي الدفنت حية طب خليني قبل البيت هقول فكرة انها الدفن حي دي من الحاجات يعني الثيمز اللي كانت منتشرة جدا في ال الغاثيك والدارك رومانتسيزم الرومانسية السوداء والرومانسية الرعب ومن اهم الحاجات اللي اتجر الان بو ناقشها واتكلم فيها كتير دي من الثيمز اللي كانت دايما مسيطرة لان اعمال بو كان كتير منها بيعتمد يعى الامراض النفسية يعى الافكار السودوية الكئيبة او المرعبة فمن دي من الهو كان بيركز على الرعب اللي هقول ايه كان بيطرق ابواب من الرعب مجاتش على العقل الانسان مش الرعب العادي رعب من المجهول رعب من الببان المغلقة رعب من المرض النفسي رعب من الجنون رعب من الموت رعب من الدفن حي دي من الافكار اللي دايما كان بو بيركز عليها فهنقول انه الفكرة دي من افكار الاصيلة بتاعت ادجر اعلام بو فكرة انه هي رجعت تاني من الموت اوكي او يعني اتدفنت حيه ورجعت تاني وماتت وهو اخوها مات لما هما الاتنين ماتوا انتهت عائلة اشر فالبيت وقع ولكن ايه اللي حفز الاحداث انها تحصل يعني تحسوا كده انه قد قالوا هو بموت الاخ والاخت العيلة انتهت ولذلك البيت اتهد لانه هو كان فيه ربط ما بين البيت وما بين العيلة هما الاتنين باسم واحد فاول ما الاتنين ماتوا البيت نفس وقع وانهارت تماما عيلة اشر بيت وعيلة اوكي لانهما كانوا الاتنين اللي فاضلين من العيلة ما لهمش حد تاني العيلة انتهت كده السلالة انتهت يعني ولكن قالوا ان المحفز الاساسي للاحداث الكاتاليست بتاع الموضوع كان هو دخول الناريتر في البيت زي ما يكون البيت ده عمر ما ايه كان له علاقة بالغور بالناس الغريبة بالسترينجرز فاول ما دخلوا حد غريب عكر اليونيتي بتاعة الوحدة اللي كانت موجودة جوه البيت وجوه العيلة دخول شخص مش من العيلة في البيت حفز الاحداث انها تبدأ ايه تتفكك وان العيلة تنتهي لان العيلة طول امرأة قفلة على نفسها اوكي فلما دخل شخص غريب وعاش في البيت كسر الحتة بتاعت ان هما كانوا ما بيدخروش حد غريب وما بيتعملوش مع حد غريب وما بيتجوزوش من حد غريب فدخوله البيت زي ما يكون حفز الاحداث عشان تنتهي عيلة قشر وبرده البيت ينتهي وخلي بالكو طول القصة هو ما كانش عارف يطلع من البيت يعني الناريتر انا مش فاكرة بصراحة ليشوفوها بقى في التفاصيل تحت هل هو كانش عارف يطلع ولا هو كان عايز يقعد مع صاحبه بصراحة عشان ما بقاش بكدب انا لحيط نقطة انا مش فاكرة قوي ولكن مهم ان هو ما كانش عارف يطلع من البيت طول القصة المرة الوحيدة اللي قدر يطلع فعلا من البيت فيها لما ماتوا الاخ والاخ يعني لما الاخ والاخت ماتوا وانتهت العيلة ساعتها بس يعني تحرر وقدر ان هو يخرج برا البيت واول ما خرج البيت انهار خروجه اذن بسقوط البيت يعني نقدر نقول يعني طبعا ايه يعني كمحفز للموضوع يعني الاجواء بتاعة القصة كلاستروفابيك عارفين يعني ايه كلاستروفوبيا؟ كلاستروفوبيا اللي هي الفوبيا من الاماكن المغلقة ليه؟ لان البيت كان مقفول ما فيش حد بيدخل ولا هم عارفين يطلعوا ولا هو عارف يطلع وقاعد جوه البيت ومحبوسينه في قوة ضلمة وديقة ومقفولة ومكان كله جوه البيت هو الاحداث كلها جوه ما فيش اي حاجة برا البيت ما فيش اي ذكر لبرا البيت غير وهو داخل يعني اول ما جايز هم ماشي واصف في البيت من برا وبعدك هدخل البيت وفضل كل الاحداث جوه فبتدينا احساس بالكلاستروفوبيا لما الاديب يحط الاحداث كلها في مكان واحد ده بيحسسني بعدم الحرية او هو عايز يوصل للقارئ فكرة ان ما فيش حرية انه فيه كقابة فيه كلاستروفوبيا فيه تأييد فيه كده فيه limitations يعني ففعلا احنا حسينا بجوه الكلاستروفوبيا وما تفكش غير في الاخر لما هو قدر يطلع من البيت فان ما قدر يطلع من البيت ما قدرش يطلع غير لما الاخ والاخ ماتوا واول ما خرج البيت نهار وانتهت عيلة اشر وانتهى بيت اشر وخلي بالكم انها في الاول قلتلكم ان البيت كان فيه decaying يعني كان فيه حتة متحللة في البيت ولكن كان صامد وكان شغال يعني موقش على دماغه هو جوه اشمعنا اول ما خرج البيت اتهد هم قالوا ان عشان ده رمز لان العيلة خلاص السلسل العيلة ده انتهى هما وكل اثر ليهم ده اللي انا فاكريه يعني والاهم الحاجة في التحليل بتاعنا بتاع القصة بتاعتنا وفيه اخر ما عليش فيه نقطة انا ابتكرتوها نقطة الالوجينز ونقطة الكلاستروفوبيا برضو عايد ازود عليها حتة انه هو كأن رودريك هو الكافن هو التابوت او الكافن اللي بتتحط فيه الجسة هارفينه اللي هو التابوت الخشب ده فيه ناس بتسميه حاجات كتير اوكي سيركافيجس ونشرف ايه بس هقول اللي هو كافن دي المشهورة او المتدولة اكتر يعني يعني هو كأنه هو الكافن بتاع اخته لانه هو اللي دفنها تحته وهو دفنه هي حية من غير ما يركز فاكي فهو يعتبر الكافن بتاعها وكمان هو طبعا دفنها حية حاسة بالزنب في الاخر انه هو متأكدش من موتها وطبعا ده عمل كل مشاكل دي عندي الالوجين يعني اننا اجي في العمل اجي بسيرة اعمال تانية يعني اجي مثلا في جوه القصة اذكر اسم رواية رواية حقيقية رواية موجودة فعلا في الواقع بس رواية تانية او اغنية اسم اغنية او اسم اي حاجة قصة اي حاجة اوكي ده اسمه الالوجين وده حصل مرتين تقريبا عندي او بس هو حصل كتير في الستوري بس يعني يمكن اقول فكرة ان هو كان بيقراله حاجة اسمها ماد تريست خلاص وماد تريست دي قصة رومانسية فعلا كانت موجودة في الوقت ده وكان هو بيقرهاله كان النريتر بتاعنا الراوي بيقراها لرودريك عشان يعرف يستريح ويريلاكس كده وينام وده قصة حقيقية يعني مش هو مش من تأليف الاتجر الامبو هي كانت موجودة فعلا في قصة في الواقع كان اسمها كده اوكي وكان عندي هي بويمز يعني هي زي مش قصة هو زي كتابش اشعار خلاص انا عن نفسي صراحة ما اريتوش عشان بس ابقى واضحة فعشان كده انا ما كنتش فاكرة ده ايه بس هو مجموعة قصائد رومانسية وكمان وكمان كان اراله برضو حاجة تانية اسمها او القصر المسكون ونقدر نقول وده كان برضو حاجة موجودة حقيقية يعني يعني العملين دول قصائد مشهورة وكانت موجودة في الواقع ماتريست ديكات رومانسية التانية بقى اللي هي The Haunted Palace هقدر يعني يعني النقاط ربطوها بالأشبه The house of Usher نفسه انه برضو البيت امنس وفيه bad vibes كده وتحس انه زي ما يكون مسكون ومش مسكون بس نفس الاجواء فربطوها بالبيت وهنا انا عندي دبل ربط The Haunted Palace بالبيت بتاع Usher وفي نفس الوقت ما بين The House of Usher وما بين Mattress ان Mattress كانت علاقة رومانسية وكثة رومانسية وهوس of Usher كان برضو المفوض انه الاخ والاخت فيه بينهم علاقة توقم يعني فالمفوض انه هما قريبين جدا من بعض فدي برضو نوع من انواع الدبل او الدبل سوري الدبل جنجر اوكي الدبل اللي برضو كانت موجودة في العمل بتاعي اوكي هنلاقي ان اتجر ألم بو من الناس اللي كانت بتهتم جدا بفكرة الكودز وان فيه كودز لحاجة او بازلز او الجودة هتلاقوا ده موجود برضو عندي في العمل بتاعي طيب هرجع تاني لإسمه أشر وزي ما قلتلكم أشر معناها مرشد وان يعني حد بيرشد حد المكان الماء اوكي فكان بيرمز مش بس للعيلة والبيت كمان لأنه هو زي ما قلتلكم هو اللي أرشد النريتر انه هو يعدي الحدود وييجي على بيت أشر ويبقى زي محفز لانتهاء عيلة أشر وبيت أشر اوكي زي ما قلتلكم هم اعتبروا انه هو الكاتاليست يعني زي المحفز يعني بتاع الموضوع اوكي ده من لي اللي أنا عايزة أقوله في الشورت ستوري هي سهلة يا جماعة مش صعبة وكل اللي أنا قلته في التحليل ده انتوا لو ركزته أصلا في السامري بتاع القصة أو في القصة نفسها هتلاقوه واضح اللي أنا بقوله ده ببين يعني مش أناليسيس ما بين السطور قوي أنا حاسة نوعا ما الناس اللي معانا في القناة من بدري ممكن فيه حاجات من كتير من دي تقدروا قريدي كنت تستشفتوها من قبل ما أنا قولها اوكي ده كان فيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم ان القصة دي من القصص المهمة جدا على فكرة قلت طلبت مني من فترة طويلة وانا كنت نسياها وبعدين افتكرتها عشان كده اتأخرت شوية وبعدين معلشي أنا يمكن أكون بدقة شوية بشورت ستوري لاني بقالي فترة ما صورتش فمش في مودي الحاجات الطويلة بصراحة فعشان كده أنا يمكن بدقت بحاجة شورت ستوري تبقى لايت كده شوية بس بالتدريج هنبدأ ندخل في الحاجات الطويلة اللي هي النافلز بقى والدراما التقيلة وكده وبس كده ده كان فيديو بتاع النهاردة يارب يكون عجبكم وما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وفعل الجرس تبقوني على الفيسبوك والإنستجرام ودلوقتي روح وشوفوا فيديو الإنستجرام مفهود انه نزل فيه ادجر الان بو الستايل بتاعه واسلوبه وليه حكته تسمت او تصنفت دارك رومنتيسيزم هتلاقوا الكلام ده في الفيديو بتاع الإنستجرام وبس كيف شوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة